اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حريص على رموزه وعلى قيمه وعلى قماته لان القيم والقمات ده هي اللي عملت هذا التاريخ الكبير جدا اللي المهندس عدلي بيختازله وان كانت العبارة سرقها من عدلي القيعي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب لانه عظيم ده بيكسب عشان عظيم الجملة دي عبقرية جدا لانها بتختازل سر انتصارات الاهلي فسر انتصارات الاهلي جاية من انه عظيم هذه العظمة مش عظمة ادعاء ولا مظهرة دي عظمة مورسات وقيم وتقاليد وتراكم سير ومواقف السير والمواقف المتراكمة للاهلي هي اللي بتحدد له هذا الدستور غير المكتوب انه يتصرف صح باستمرار غير كده ما يبقاش الاهلي اي ادارة تحيد عن هذا الخط او عن هذا الموروس او عن هذا المكون الاهلاوي مش هتقدر تحقى الانتصارات اللي حقيتها الادارات السابقة باستمرار هو ده السبب او هو ده السر الاساسي النادي الآلي بالمناسبة تلقى النهاردة خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يخص موقف محمود عبد المنعم كهربا خلينا اقول لكم قبل ما اقول لكم الجواب اقول لكم انه انتهت منذ لحظات قبل الحلقة مباشرة مباراة الزبالك وبرامدز في سيم فاينال او الدور قبل النهائي لكاس مصر بركلات الترجيح وتأهل بيرامدز للدور النهائي عشان ينتظر الفائز غدا من مباراة الاهل واسموحة الاهل واسموحة بكرة الساعة ستة في استاد القهيرة الدور قبل النهائي الفائز هيصعد للمباراة النهائية يقابل الفائز من يقابل سموحة في موعد يحدد لاحقا وان كان اعتقد دي نسخة الكاس العام الماضي اعتقد انه الاتحاد او ادارة المسابقات هتبحى سباش موندز امكانية وضعها في وقت بعد عودة الاهل من كاس العالم هو صعب تتحطى قبل كاس العالم طبعا هو ده الاكيد لانه هتتأجل كمان 3 مطشاط للاهل في كاس في الدورة هتتأجل 3 مباراة على الاقل لمشاركة الاهل في كاس العالم للاندية مستر مارسو الكولر دخل النهاردة معسكر مغلق بالفريب بعد التمرينة الاخيرة ومن ضمن العناصر اللي موجودة محمود عبد المنعم كهرباء كهرباء موجود في القيمة ده يمكن جانب من مراني الاهلي اليوم في ملعب التتش استعدادا لهذه المباراة عايزوا لكم بس الجواب اللي جئ للنادي الاهلي النهاردة صباحا سيد الدكتور سعد الشلب المدير التنفيذي للنادي الاهلي تحية طيبة وبعد يسعدني ان اهدي سيادتكم اطيب التمنيات متمنينة لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق اماء للخطاب الوارد الينا من نديكم المؤقر بتاريخ خمستاشر واحد عشرين تلاتة وعشرين بشأن الاستفسار عن مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهرباء في المباريات بداية من مباراة سموحة المحدد لها سبعتاشر واحد عشرين تلاتة وعشرين نوده ان نحيط سيادتكم علما ان الايقاف الموقع على اللاعب بدءا من حداشر سبعة عشرين اتنين وعشرين لمدة ستة اشهر كحد اقصى بناء على الخطاب الوارد اليكم واخترنا به وكذلك الخطاب الوارد من الفيفا في ستة وعشرين اتناشر عشرين اتنين وعشرين بشأن هذا الموضوع بانتهاء مدة الايقاف وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الملف الى لجنة الانضباط بناء على طلب المدعي في المواعيد المحددة بيقول اتحاد الكرة في خطابه وبناء على ما وصلنا من الفيفا وبعد تقديم المدعي الطلبة للجنة الانضباط بالفيفا في اتناشر واحد عشرين تلاتة وعشرين فان اللاعب من حقه المشاركة في المباريات لحين صدور قرار اخر من لجنة الانضباط والمحدد لها جلسة اتنين اتنين عشرين تلاتة وعشرين للنظر فيها وعلى النادي مراعاة تنفيذ لوائح وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم وتفضلوا بقبول فاق الاحترام والتقدير وليد العطار المدير التنفيذي الخطاب ممهور من الاتحاد المصري لكرة القدم ورقم الصادر اليوم ستاشر واحد عشرين تلاتة وعشرين اذا من اول وبناء عليه يحق لللاعب المشاركة ايه بعد مجالنا من الفيفا اتحاد الكرة مش هيقول لك كده الا اذا كان شاف ان الموقف بعد يدرسه من جانبه وموقف الفيفا بيقوله كده ايه احنا لسه في اتنين اتنين حنشوف هنعمل ايه في الخطوة الجاي ايه لكن في الفطرة البيناية دي يلعب لحد ما نقول كلام تاني يستمر يلعب ولا يعني يقبل نقض اللاعب ولا هيبقى فيه قرار جديد قضية الامر قضية الامر الذي فيه تستفتيع النهاردة بقى فيه ناس هتقول لك اصب قول لك مرعاة دي دي جملة روتينية وفي كل الاحوال يعني هو دلوقتي الناس اللي هي شبطادة في اي حاجة ضد الاهل هتمسك في جملة وعلى الجميع احترام لوائح الانتحاد الدولي على فكرة اه انت عملتها بدليلناك انت روحت الانتحاد بتاع بتقوله قول لي ايه فانت عملتها بالظامر انا التزمت بلوائح الانتحاد المصري والفيفا ما مش من نفسي فصر عشان واحد يخش يجادلني محادش يجادلني بقى انا عندي اهو خلاص استفصل من الانتحاد الدولي وقال لنا لعبه اتنين اتنين حنعرف بقى يكمل ولا ما يكملش هي دي المسألة الغريبة يا جماعة الحقيقة لانه رغم وضوح الموقف من الناحة القانونية مبدئيا نادي الزمالك في الدعوة حاول يدخل الاهل الطرف حاول بقوة ولما راح للمحكمة الرياضية الدولية ولما راح للفيفا في الحالتين حاول الزج بالاهلي وحاول اتهام الاهلي انه عمل بريج او عمل كوبري وقال كلام كتير في الاوراق بتاعته الطرفين رفضوا اتهام الاهلي في شيء لا الاتحاد الدولي ولا المحكمة الرياضية الدولية هل هي حقيقة الامر يا صدر براهين اكدوا انه ما فيه من الوقاع والورق والاسباتات لا يشير ان النادي الاهلي الطرف في الموضوع على الاطلاق وما فيش عقوبة وقعت على الاهلي عشان كده استغرب جدا من حد تقدروا تعتبروا خبور اللواح لانه انا بصراحة انك تقدم حد تقولي ده خبير اللواح يهمني اسأل بس الجملات هو داخل رجية هو ايه المؤهل اللي يخلي اي واحد يتقال عليه ده خبير اللواح والناس تستسهل اللفظ ده ويكتب حتى التايتل بتاعه او التوصيل بتاعه انه ده خبير اللواح ممكن يا استاذ بريم احاول حاجة هنا انت ممكن تبقى خبير اللواح ازاي لو ده عملك ده احتراف انت معترف بك من العمل الرياضي انما بس عشان بس نحسم دي انما انك انت جبت اللواح وقاريتها ما كل الناس جبت اللواح وقاريتها غير كده كمان اللواح الرياضية كجزء من التشريع اصلا تشريع ده المفروض ده ناس متخصصة فيه سواء خرج القانون والحقوق او خرج التربية الرياضية المتخصصين في ده في التشريع الرياضي لكن بلاش تستسهله اي حد ويقولك ده خبير اللواح وبعد كده تسمع انه خبور اللواح ده بيقولك ايه لو كهربع تزل النادي الاهلة هيدفع لا والله طب يدفع ليه يدفع عجل ايه ازا كان اصلا ازا كان اصلا الاهلة مش طرف وانه المدعي اللي هو الزبالك لما حاول الزج بالاهلة المحكمة قالت له لا الزمالك طلب في الدعوة بتاعته الزج بالاهلة وطلب تغريم الاهلة رفض الطلبين بتوعه من المحكمة الرياضية الدولية ومن الاتحاد الدولي اللي يخلي الاهلة انه لا كهربع مش هيلعب الا لما يدفع كل الفلوس كلام ده قالوا خبور اللواح اللي انا بقولكو عليه لكن كمان الكابت المتحد شالة بالطوال الفترة اللي فاتت الراجل كسف محاضرات التنظير الطبيعية والدعاء بانه حامل كهنوت الرياضة اللي انا بقولكو وعشان تسمعوا مني وتسيبكو من اي حد تاني مش هينفع يلعب الا لما يدفع نسمع الكابت المتحد خاصة بعد ما الجواب جيه على معلوماتي الشخصية ان اللاعب لن يشارك الا بعد ان يدفع المبلغ هيدفع بقى المبلغ هو هيدفعه النادي الاهلة هيدفعه الشرق دي مش قضيتنا انا بس بشرح اللي زملاء تحدثوا فيه ووفقا لمعلوماتنا اللي انا شرحته اعتقد بالنسبة كبيرة جدا جدا انه هو الصواب التي ام اس بكرة ما فيهوش جديد ولا علاقة له اطلاقا بايقاف كهرباء عدم ايقاف كهرباء الكلام ده كله برا الموضوع تماما 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 لا دخل له اطلاقا ولا يمكن الاتحاده الكورة انه يبعث للنادي الاهلي يقول له اللادي لعبه من نفسه كده الاتحاده الكورة ولا يمكن النادي الاهلي انه هو يلعبه دون خطاب رسمي عندما يصبح الغير ممكن ممكن ها ولكنه غير ممكن لامر يعني في نفس يعقوب الحقيقة كابتن متحت مرة نفسي يخش في اي قضية من عشرين سنة تخص النادي الاهلي وقال قولا ينصف الاهلي في صالح تفسير الاهلي في اي اعضاية واخذ الجانب الاخر من النط وهذا انا ما فيش حاجة تخلي كابتن متحت شالي بيعمل كده بينه بين النادي الاهلي حقيقي يعني لكنه واربق بي ان يكون الامر هكذا دائما يرضي احد غيره لان ما يبقاش هذا الاتجاه المستمر وهذا اليقين المستمر والنادي الاهلي على فكرة لا طلع جدله ولا نقشه ولا الاهلي بيتحدث مع الجهة المعنية والاهلي ما كانش حاي يلعب كهرباء أو يضم للقائمة إلا زا جاله جواب وزا جاله جواب يقوله ما تلعبوش كان مش حيلعبو الموضوع ما فيش انتصار لرأي يعني ما فيش مش قلتلكه طب انت بترد على المحامين ولا بترد على كهرباء ولا بترد على الجمهور ولا على السوشال بترد على مين ولا على النادي الاهلي اللي مش موجود في المعادلة دي كطرف ياخد ويد احد معاه الاهلي عنده لعيب يسأل يلعب ولا ملعبش بالظبط فالمسألة يعني اتمنى ان التي تكون حاجات عفوية من الكابتن متحة يعني يريد ان يظهر عفوية من عشرين سالة مش عارف اسميها ايه لان الرجل ده عنده من الخبرات اللي تسمع ليعرف القضايا اللي بياخدها ايه يعني احنا احنا مرضناش نلح في اللي عملته ايام ماتش الجزائر تاني هنعيده تاني هنعيده انك تختلق مواقف تولع الدنيا بين الناس وتجيب حدث وتعلق عليه والناس تنجرف ورائك وبعدين الامور تعدي عدت على خير بلاش التكرار بقى اشتغل اعلام احسن فقرة بيقدم الكابتن متحة انا شخصيا بستمتع بيها الفقرة المسابقات اللي بيعملها في الاخر والله لانه هو كده مش تحت ضغط حاجة اهو بيعمل مسابقة بين اتنين دماء خفيف هو عنده افهات وعنده حاجات عنده مقاومات يقدر يشتغل بها وينجع جدا انما انك انت تترصد النادي الاهلي حب نفسها ككتر من الاخرين على الفكرة اللي اشار اليه الكابتن متحة انه الاهلي لا يمكن يلعبه الا لما الاتحاد الدولي قول هو الاتحاد الدولي قال يعني هو اولا الاهلي ما كانش ينفع يدخل الكهرباء في قيمة المباراة بكرة الا بعد ما جاله هذا الخطاب اليوم اللي انت شفتوه على الشاشة ولا هتشوفو دلوقتي تاني والتحاد الكرة ما كانش ينفع يحط الجواب ده ويبعث للنادي الاهلي الا لانه جاله الرد من الاتحاد الدولي يعني حتى الاتحاد المصري بيقول بناء على يعني اماء للخطاب الورد الينا من نديكم الموقر بتاريخ كام 15 واحد يعني امبارح الاهلي بعت له جواب تحت الموقع على ما وصلنا دي اهم حاجة وبعد كده قال له بشأن الاستفسار بتاعك امبارح ونود ان نحيط سيداتكم علما ان الايقاف الموقع للعب بدءا من كذا وبناء على ما وصلنا من الفيفا اهو بعد تقديم المدعي الطلبة للجنة الانضباط فاننا نؤكد على انه كذا 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 انه من حق يلعب يا حق شوف الجملة يا حق له ان يلعب من حق المشاركة في المباريات لحين صدور قرار اخر واول ما ييجي قرار اخر على الاطراف ان تحترموا وحتى اهل الاهلي كده في الاخر وده اللي كان الاتحاد الدولي مستغرب منه ويقوله جواب مفصر نفسه قبل كده ما سأل قاله جواب مفصر نفسه لكن اللي عايز ياخد الدنيا في سكة التشكيك كان بياخد الدنيا في سكة التشكيك وهو ده الجواب عشان كده النادي قالي كان منها الحصافة والاحترافية انه عايز نص واضح يحق بناء على مصالنا من الفيفا رد الفيفا يحق له المشاركة لحين قرار اخر وده وده اللي تقال من مدة اي ارجو ان يصدل استطار على هذا الامر لان مش عايزين الناس لحين اصدار قرار اخر ونينهي الامر عند هذا الحد مش محتاجين نتكلم وعلى فكرة احنا لحد انتصر على كابتن بيتحط ولا هو انتصر على حد احنا بس بنشرح وبنقول له ما تاخدش موقف متشدد لان يعني الناس عايزك تشوف منصف مع النادي الاهلي مر طيب الاهلي بيطلب من اتحاد الكرة النهاردة الاهلي بعد جوابه الصبح ايضا لاتحاد الكرة بيطلب فيه التحقيق في الاخطاء التحكمية اللي بتقع في مباريات الاهلي وانا عرفت انه كان فيه اجتماع النهاردة مطول وموسع قعد فترة طويلة وحضرته اطراف كتيرة مجلس دارة الاتحاد لجنة الحكام برئاسة ماركي كلاتنبرج بتشكيلها وربطة الاندية بتشكيلها برئاسة النائب احمد دياب الكل حضر في اجتماع موسع قعد فترة نقشوا كل الامور واهمها مشاكل التحكيم على حد وصف مسؤول الاتحاد انه الاجتماع كان ايجابي جدا وانه هم مبسوطين مسؤول الاتحاد ولا الربطة مسؤول الاتحاد ما هو اصل تحكيم مسؤولية الاتحاد فالربطة قدموا للاجتماع الشكاوى الكتيرة اللي جاية من الاندية بما فيها شكوى الناد الاهلي وخطابه اليوم فأحيلت كلها الى مارك كلاتنبرج للرد عليها والتحييف فيها في كل وقع النادي ذكرها والاندية الاخرى اشتاكت منها الاتحاد عنده ارتياح للاجتماع انه كان ايجابي جدا على حد تأكيدهم وانه كلاتنبرج تفاهم انه اولا اعتذر على انه الفترة اللي فاتت نظرا لسفري لكاس العالم واللي جت بعدها اجازات الكريسمس فوعد انه حيستقر وانه هو حيدي هذا الملف تركيز شديد ووعد انه مسألة التعينات هينظر فيها بتدقيق وباهتمام وانه خلاص تعرف على قدرات الحكام اللي موجودين وكان المهم ان اتحاد الكورة قال له عايزين نحس ان فيه طفرة عايزين نحس ان فيه عناصر جديدة عايزين نحس ان فيه مردود حصل وعدهم انه الفترة الجاية هتشهد تغيير جزري في هذا الملف وانه حيشوفوا حاجات كويسة نشوف صفارة جديدة واحدة معيير واحدة ده اللي اتفقوا عليه او اللي توافقوا عليه ايه اللي هيحصل في تحيات ماركي كلاتنبرج في شكوى النادي الاهلي والشكوى اللي وصلت للاتحاد من الحكام ده اللي بالاتحاد بيراهن عليه مع الربطة انه هتبقى النتائجه الفترة اللي جاية نأمل ده ان شاء الله الاهلي والزمالك يوم السبت اللي جاي في الدور المباراة هتبقى تمانية ونص بدلا من الساعة سبعة نظرا للارتباط ببث مباراة مصر في كأس العالم لكرة اليد هتبقى الساعة سبعة فهتبقى مباراة الاهلي والزمالك تمانية ونص مساء السبت ان شاء الله بمناسبة ده انجازات الاهلي النهاردة حاجة محترمة جدا حصلت طبعا انجازات كرة السلة والكرة الطائرة ما شاء الله ما شاء الله لكن البطل المصري الاهلاوي مصطفى عسل مصطفى عسل ايقونة اهلاوية الناس ارتبطت بيها للجمهور اللي ما كانش لو في الاسكواش ومش متابع الاسكواش بقى بيتابع الاسكواش عشان مصطفى عسل الحقيقة مصطفى عسل قفز للتصنيف الاول عالميا ده انجاز رائع جدا جدا لشاب في سنه تقريبا اول حد يوصل للتصنيف الاول عالميا في السن ده بعد جنشير خان هو تالت واحد اه عالميا واول واحد مصري اه كمان المهم جدا هو كسب مين في الفاينال في بطولة هيوستن اللي كانت في تكسس الامريكية كسب محمد الشرباجي الانجليزي الجديد يعني الانجليزي اللي تخلى عن الجنسية المصرية عشان ياخد الجنسية البريطانية ويلعب باسم بريطانيا فانك انت الشرباجي مصطفى عسل يتفوق عليه وياخد منه البطولة اه ده انجاز كبير جدا جدا تصدر نجمي الاهلي التصنيف بعد مباراة اه نتيجة زيادة رصيده من النقاط وتوج بالبطولة نجح مصطفى عسل في الفوز على مروان الشرباجي في الدور قبل النهائي وبعد كده خد محمد الشرباجي في الدور النهائي تلاتة واحد اه تغلب على محمد الشرباجي في الفاينال تلاتة صفر وكان كذب مروان تلاتة واحد انا بس عايز اقول حاجة اه اهمية الفوز على محمد الشرباجي ان محمد بيلعب اسم انجلترا ايو فكان حيبقى حتى هنا يقولك محمد الانجليزي ايو اه كان مهم جدا ان مصر تحتفظ بهذا التصنيف لان الكابتن علي فارق كان هو الاولاني هو دلوقتي بقى اه التاني اه فوز محمد الشرباجي ربما كان يغير الخريطة دي اه هو فاز على اخوان الشرباجي مروان الذي مازال يلعب باسم مصر بالانسحاب وكان اه يعني اه مصطفى عسل متقدم و متفوق اي ولكن حصل اصابة اه يعني تملي اللعب في ساعة الاصابة بيمنح مهلة اذا مرجعش بعدها بيبقى مش قادر يكمل اللي اللافت للنظر ان الكابتن مصطفى عسل في سنه الزغيرة دي يلقى من الهجوم والضغوط اه التي تحاول ان تنال من تفوقه مش من قسر قسكواش من بعض المنافسين وقسارهم اه اللعب صغير في السن وكان يشكل طفرة فوجوده ازعى الناس كتير زائد انه طبعا حماسه في هذه السن وقلت خبرته ربما ساعد هذا الحماس على انه يه لكن هو حماس هيقل مع الخبرة مش هيقل في الملعب حماسه في الملعب انما رد فعله للمكسب والخسارة هيبقى اكثر وقارا وانا عايزه احتفظ بنفس الحماس في اللعب وانت الوقت بقيت المصنف في رقم واحد عيش على الانجاز ده وبيحجمه في كل شيء ما تديش حد فرصة يحاول يتلككلك على حاجة زي ما حصل من فترة يعني من فترة يعني سعه مروان عسل ولا عمر عسل مروان عسل كاسب برضو طولة قريب طلع الاول فيها اخو الله اصغر منه 16 سنة بسم الله ما شاء الله اجسام ممشوقة وقوية ووعدة وحماس جارف ورياضيين يعشقوا الاهلي نمازج نفخر بيها في النادي الاهلي ومصر بإذن الله لان كل عشمي كل املي دلوقت انجلطرة ليها ما يمثلها حتى لو كان من جزور مصرية امريكا ليها نيزلاندا ليها مش عارف ايه الخانز ابتدوا يبانوا من جديد دخلوها بقى الولمبياد يعني ولم نستنين لما تجيل اللجال بتاعتنا تنتهي وعايزين نتمتع مرة نخش مرة واحنا المصنفين بقوة في ادورات الولمبياد ده كلام مهم جدا الف مبروك للايقونة الاسكواش الاهلوية مصطفى عسل اول العالم حاليا ونتمنى له مزيد من التوفيق ان شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف ماذا في الغربال موسيقى موسيقى اهلا بحضراتكم من جديد شفتوا ايامنا الحلوة المنتظرة باذن الله تعالى في كأس العالم في المغرب ابتداء من اول فبراير ان شاء الله لكن هناك الكلام الكثير ب بعض متلسانه الاوراق المغلوطة والمخلوطة عايزين تخلوها مغلوطة ومخلوطة مخلوطة ومخلوطة هي في النهاية ورق كتير تلقبط مع بعضه اهم اوراق هذا الاسبوع اللي اختلطت فيها وزادت فيها المغلطات التحكيم الاهل احتاج على الاخطاء التحكيمية اللي حصلوا طلب من التحاض الكرة التحقيق فيها طيب حدث الاسبوع كان وليد عبد الرازق الكابتن وليد عبد الرازق حكم مباراة الاهلي والمصري بكل ما شاهدته المباراة من احداث ليه تعين وليد عبد الرازق ابن خط القناة ابن منطقة القناة لاعب القناة لاعب القناة السابق والمقيم بالقناة والمقيم في الاسماعيلية لمباراة طرفها فريق من خط القناة المصري هل ده طبيعي غير الطبيعي اللي قاله واحد من خبراء التحكيم الكابتن محمد صلاح عبدالفتاح نشوف له مدخلة ليه تم تعيين وليد عبدالرازق مين جابه نشوف مابدايا كده عشان تكون عارف وليد عبدالرازق ما كانش هو حكم الدخاء اه ما هو ده دي جزء ايه مهمة جدا كنت احاسألك فيها بالمناسبة يعني اسمعت افئة قويل جدا كتير جدا اتقالت ان اصلا ما كانش هو حكم اللقاء وتدخل احمد ابو العيلة هو اللي خلى ان هو يكون الحكم بيئة اه يعني هنبدأ في تفاصيل التواليس التعيين كابتن توفيز سيد اه حط طاقم وده بدوره ان هو مسؤول عن التعيين اه طبعا الطاقم اللي هو حطه اتشال وتعين طاقم تاني هنا انت بدأت المشكلة بدأت من من بره الملعب بدأت من داخل لجنة الحكام عندك كناس في تنازعات على مين اللي يحط التعيين ومين اللي يعمل ما احناش عارفين مين بيعمل تعيينة ومين بيعملش تعيينة وهنا بداية المشكلة هنا بداية المشكلة وبداية علامة الاستفهام وبداية حق الارتياب الذي ترجمه الامر الواقع وارض الملعب الى تفسيرات مزعجة ما يقال لك ان المسؤول عن التعينات الكابتن توفيق السيد وهو المسؤول التعينات كان معين لجنة تاني ولكن تم تغييرها لماذا ومن ولما تغير تجيب مين ومين اللي غير ومن لماذا ومن ويجيب مين ثلاثة اسئلة لماذا ومن مرتبطين ببعض وما حد اشأل لنا عليها لان من دا ما هوش المسؤول عن الحكاة وقيل ان الكابتن احمد ابو العلا احمد ابو العلا رجع من اسموع يتدخل وانا هو صاحب اذا ما كانش هو يطلع يقول لنا دا اللي اسمعناه طيب هو زي ما انت قلت هو تعالوا ما نشوف كده لو تتبعنا طب ايه مشكلة انه يلعب في خط القناة ويبقى مرتبط بالقناة وجيلك حد من القناة لا المشكلة هتيجي نشوف علاقاته الحميمة مع نجوم هذا الخط وانه راجل عايش هناك ما يقدرش ينصف النادي الاهلي ويرجع تمشي على راحته في البلد طيب تعالوا نشوفوا بالصوت عندك الصور الصور مبدئيا اللي دافع عن اكتر حد دافع عن وليد عبد الرازي واختياره الكابتن احمد حسام ميدو ولما شوف هنا انه دا صديق شخص صديق شخص معاها وهو وحتلاقيه موجود مع كل نجوم الاسماعيلي في صداقات واضحة وبرزة هنا الامر يا جماعة لا يضير ان يكون صديق لعيبه وتكريماتها بيتكرم وبيكرم من لعيب الاسماعيلي وبيكرم من حسن عبد الرب وصديق لهم باستمرار وصديق ميدو حتى ميدو قال ازاي تم اختياره ووالدته توفت قبل المباراة بخمس تيار كمان يعني مبدئيا هو الراجل مش في احسن حالة نفسية ولا معنوية اختيار احمد ابو العيلة ليه واسراره عليه انه يجيبه وهو ابن خط القناة وهي دي في حد ذاتها الكارسة انت دا المباراة بين الاهل والمصري في مباراة بين قمة بتصنف مباراة قمة مباراة فيها كثير من الحساسيات مباراة لازم لها تاقم على اعلى مستوى لما يعني تتضمنه الفريقين من النجوم زي ما شوفنا هو الزمالك وفريمد مين اللي حاكملوا النهاردة البن البن يدهشك ان الماولين اللي بعديه جايبين حاكم دولي وحاكم يعني هي الفكرة طيب مهموك راعد يقولك ما احنا جبنا لك دا حاكم دولي ومصنف وعنده خبرة تكتشف ان عمره محكم للنادي الاهلي محكمش ماتشات بهذه القوة قبل كده وكل اللي حكمه السنة دي مش عارف طلت ماتشات ولا ايه و ما فيه وعنده 41 سنة رغم ان 41 سنة يعتبر في التحكم عمر متقدم مالوش ريفرنس كاد يقول حكم جيد ولكن الماتش ده بظروفه دي مش حيقدر يدي لو الماتش تصعب مش حيقدر يدي الناس حقوقها وخصوصا الاهلي لانه عارف صعوبات ان تعيش في منطقة هتحاسبك على قراراتك التي انصفت الاهلي هو كان مطلوب تنصف الاهلي انت ملفتش نظرك انك انت شفت شجعين لا انت على فكرة هنيجل الشجل الكابتن احمد بس شناه عشان طلع الكلام في الستوديو هنجيله هنجيله هنجيل كلام شناه انا بعد ما شفتها لا لا هنجيلها بس انا عايز اقول لكم حاجة في حتة كارسة الاختيار لانه هنوقف عند احمد ابو العيلة شوية الاهلي والمصري مباراة تصنف من المباريات الاكثر اهمية وحساسية في المسابقة يعني لو انت عندك 3 اربع مباريات هيكون من ضمنها الاهلي والمصري ليها طابع خاصة جدا وليها طابع خاص مضاف طب انت لما تجيب لها حد ده انت تجيب لها حكم دولي نمبر وان مش اقل من كده انت بتشيل الحكم وبتغير فجأة وده علامة استفهم كبيرة العلامة الاستفهمية الاكبر بتجيب وليد عبد الرازق زي ما الموانس عادلي قال عمره مقدار مباراة للاهلي يعني خبراته قليلة جدا ثانيا انت ما استعمتش به في اي مباراة مهمة قبل كده المهمة الخاصة اللي انت عايزها منه في التوقيت ده هي دي الخطورة لانه كانت المسألة واضحة جدا انه ما باش الحد الادنى من البراءة لا يمكن انه ده يكون اختيار بريء باي حال من الاحوال ولا يديره ابدا انه يكون صديق ميدو او صديق لعبة الاسماعيلي بس لما يكون عنده هذه العلاقة الحميمة والاخطر منها لما يكون صديق دائم على جروبات نادي الزمالك بما معنى انه الراجل بيعلن انتماؤه انتماؤه لنادي الزمالك وتفاعله معاه هتشوفه انه عضو في الجروبات بتاعة نادي الزمالك وصديق احمد حسان ميدو بيدافع عنه طيب لما يكون متفاعل بالشكل اللي انتوا شايفينه وبيتصور بالشكل اللي انتوا شايفينه المؤكد ان ده معلوم عند الاخ ابو العلا يعني ما فيش حرج يعني ما فيش اي حرج انا كنت افهم انه لو متعين وجي وليدي ابو العلا صحح نقوله فيه سبب ان ده صح انت مشيت مين اولا انما الاخطر بقى لما تجيب ده طب هو عمل ايه في المباراة حد يقولك هو يعني بعده ده كله ايه اللي حصل اللي حصل انه اكبر وقعة اعتداء من لاعب على لاعب في الدور السنة دي حصلت في لقطة سيبكوا من فكرة انه اولا انك انت تشوف الدم قدام عينيك بهذا الشكل دي مسألة فيه منتقى الخطورة بصوا الجرح بتاع افشأ كان عامل ازاي يا جماعة احنا بنعتذر لفدحة الصورة بس هي دي الواقع هو ده افشأ بالدم ده كله كل الناس قالت لدرجة ان واحد زي كابتن احمد الشناوي كابتن احمد الشناوي لما تولى التحليل في ال بعد في الاستوديو التحليلي ما كانش يستوقفه ده وحنجيب له فيديو لانه قالك ما هو رجله ما تكسرتش لا ده حاجة تانية المتش ده فيه اربع حالات دي ورجله ما تكسرتش بتعبرونه اعتقد والوقت المحتسب بدل من ضائع واشهر البطاقة بتاعت محمود متوالد المتش مفوش احداث فيها اختبارات اكتر من كده لكن كل الاختبارات كان يتخذ القرار الذي يهدر حق الاهلي يهدر حق الاهلي ابراهيم ويعني مش بالصدفة لاربع قرارات الواضحين وضوح الشمس اللي احنا قشها واحدة واحدة فيها اهدار لحق الاهلي دي بصوا بقا نقف بس والنبي ده شميع لقطة لقطة كريمة عند رجل اللاعب واسبط بصوا الكرة فين جورة 18 ضرب الجزائي لا 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 دي بره دي بره بس انتوا شايفين الكرة بعيدة عن الرجلين يعني الرجل اللاعب المصر اللي رايح لرجل شريف بتستهدف رجل شريف مش الكرة لما لوش لعب الكرة بصوا وبيحجزه وبيدوس على رجله والحاكم قدام عينك يعني ما عندوش اي مبرد رجل اهيه بصوا شايفين انتوا الدوسة المتعمدة اولا دي وقع الطرد مباشر بشكل واضح وصريح اهيه لدرجة انه شايفين خفرت الملعب وان الجيلة طلعت قد اهيه طيب بالشكل ده يا جماعة حاكم بالوضع ده افشا يتفتح حاجبه بالشكل اللي انتوا شفتوه على فكرة عمل عملية اتناشر غرزة شفوا الجرح الغائر اتناشر غرزة لأفشا في المستشفى وشفت انتوا لقطته وهو في المستشفى وشفت انتوا اثر عليه ازاي في الملعب ده اتناشر غرزة في وشه جراحة انتوا متخيلين انه لعب يعالج باتناشر غرزة ويكون فداحة الجرح بتاعه بالشكل البشع اللي انتوا شفتوه والدم اللي نزل ده وما تتحسبش والأفند اللي في الفار ما يستدعوهوش كابتن عبد العزيز السيد ما يستدعيش وليد عبد الرازم قيلة قيلة انه منادها عليه مرتين تلاتهم وقالوا لا ولم يؤكد احد ولم ينفي اذا كان استدعاه وما جاش عالى عبد العزيز السيد يقول وتدين اه طبع ما هو التحقيق احنا ليه طلبين التحقيق لان المفروض تحقيق يظهر ده اه اولي عبد العزيز السيد يقول له والله من نزلتوش وانا مش شايف انه فيها حاجة نقول له مش شايف فيها حاجة ازاي تعال نجيبها لك اه وهاتها من وراء بقى لا من هنا ما تبانش هاتها من وراء هاتها من كذا زاوية عشان نوريك البوكس اللي مكمل فوش افشل واللي ماوصلش للكورة افشل للعب الكورة اه يعني حكم الفيديو لازم يكون شافه وعلى فكرة وليد كان قدامها يعني ممكن واحد يقول لك ده بيتحرك كوي لا حتى دي هو قدامها هو اه اه فوش ما شافش حاجة فوش شاهد ما شافش حاجة اه 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 لا مش دي هات من جنب كده من وراء هتلاقيها طبعا برضو لسه اه لا في واحدة ام دي بقى واضحة اه ايده رحل وش لانا افشه بص ايد الحارس جاد في وش افشه اه 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 انت عارف ابراهيم اه بس مالوش دعو عارف لو ايده اللي جاد الكورة دي تروح فيهن في اتجاه نص الملعب اه ما تروحش على جنب اه يعني مش افشل اللي لعبها افشل اللي لعبها اه فا افشل اللي لعبها اتعور ليه لان خبطوا خبطوا من غير ما يلعبوا الكورة يبقى ايه خبطوا فاول خبطوا جوة 18 يبقى عايز ايه ضربة جزاء ضربة جزاء شرعية لا متعمدة فيها طرد لا مش متعمدة فيها انظار لعنف زائد طيب هي مش عايزة فاتي وهو على فكرة محمود جاد ما يقصدش بس هو ده اللعب يطير حماسه وكده طيب ده حصل والواقع بتاعت اه عدم طرد لعب المصري اللي دهس رجل شريف ده خطأ تاني كبير ثم انتهت المباراة انتهت المباراة هنوريكم لقطة هو ليه ادى انظار لمحمود متولي على فكرة كلاتنبرج ادانوف ديت انت ليه ادت لانظار للعب ده اللعب اللي بيتناقش معاك رقم تمانية مدتوش رقم تمانية انت مدتوش بمجرد ادي كرة الانظار بصوا بقى حمدي فاتح اللي بيناقش وبقول له امشي روح امشي روح بصوا اول ما شاب محمود متولي نقاه رغم المحمود وعبدالقادر يا جماعة ما بصوا ما فيش جزء من الثانية اللي ظهور محمود متولي قبل الانظار تابعوه تاني هو الحوار مع حمدي فاتح اهو مين اللي بيناقش حمدي فاتح يقول له امشي روح امشي روح اتفضل اتفضل امشي بص حط يده نقاه من بنت لعيبة اهو ليه ده قولولي بقى بالله عليكم فيه تربص اكتر من كده فيه انتقاء وتعمد اكتر من كده يعني حتى لو الكلام على انه الاحتجاج اللي كان بيناقش عضو ناشط في جروبات وشفته ده عنده علاقات بالنجوم الزمالك عنده علاقات بالنجوم الزمالك وشفت الصور دي هل ده كان اختيار مناسب يا عكبتنا ابو العلا انت تحديدا عايز ايه من النادي الاهلي يعني انا نفسي اعرف ايه مصرقه انا عادي اقول لك حاجبا لما قلت اطلت الافاعي اه توقعت ان احسن مجموع التدعيات بعدها ايه مش بالسرعة دي لان هو ابو العلا كان استبعد ايه وظهر قبل مباراة الان ليحدث هذا الامر اختيار بهذا الشكل وتعيين متعمد لشخص كلكم شفتوا حجم انتمائه حجم صدقاته علاقاته اللي تخبراته ثم التربص بتاعه اصابة افشد يتعمل فيها محضر لانه اذا اذا فعلا الغريب جدا كابتن متحد شلبي دافع عن الكابتن وليد عبد الرازي دي بقى اغلب حاجة وزي ما المهندس عادلي قال والغريب جدا كابتن متحد شلبي لا ينص في الاهلي ابدا او بلاش لا ينص في الاهلي المفترض ان انت بتتكلم كموقف عادل يعني قل لي بالله عليك لما تشوف الدم اللي في وش افشة ما سألتش نفسك الاسئلة اللي سألناها دي ازاي حكم المباراة والفار ما سألوش نفسهم الاسئلة دي كابتن متحد وغيره ما سألوش نفسهم الدم ده جي منين هو فيه حاجة في الهواء خدش توش افشة بالشكل الفادح والجرح الغائر ده ده جي منين ازاي ده يحصل جوه منطية الجزاء وما بقاش ضربة جزاء ده لو حكم شاف ده الفار هيتهم يقولك لا ربما فيه كدر انا ما شفتوش لانه الاتنين طالعين لوحدهم محدش تالت معهم يعني لو فيه لعب من الاهل طالع معهم ممكن يقولك ربما يكون ضربوا بعض ولتنين وحدهم مع بعض وهو قدامه شايف فلما تبقى تشوف الدم ده بالجرح ده ما تستدعاش وما تطلعش وما بتقولش لا انت بتأدي الغرض المطلوب منك بامتياز بس ما تخليش واحد بحاج بالكابتن متحد شلبي يطلع يشيد بيه ويلوم الاهل ويلوم لعبته طيب كابتن متحد شلبي يشيد بوليد عبد الرازي ويلوم الاهل ويلوم لعبته الاهل وانت ملكه وانت رايحله ليه وانت ايه زنبك ودعمل كده ليه طب في وقاعة سابقة كابتن متحد شلبي هو ذات نفسه قلق عليه والله هو ذات نفسه عن كابتن وليد عبد الرازق والله هو ذات نفسه كمان كم بيقول عنه ايه في واقعة سابعة نشوف النهاردة في حكم مباراة الداخلية وامبي كابتن وليد عبد الرازق في خطأ حصل في وسط الملعب ورقبه كده اللقطة كويس او راح الحكم عشان يشهر بطاقة صفرة راح الاول للعب الافريقي بن جمينة شيمينبونج قال له مشانا قال له مشانا فقام رايح ديسه رايح له قال له مشانا اولا زي يا كابتن وليد انت رايح لواحد وانت مش عارف وانت مش متأكس كان هو الا مش هو يعني ما يحصل فول لازم عينك تبقى على اللي انت ناوي تنزله قال له مشانا فقام ايه سايبه ومكمل واثق الخطوة يمشي ملكا بيدور على واحد تاني لقى في سكته سعيده سامبوري سعيده سامبوري والتالت محمود منصور على فكرة اللي ارتكب الفول هو محمود منصور رقم 12 لكن هو ماشي كل ده بيدور كل ده بيدور رقم رايح لمين رايح الافريقى التاني سعيده سامبوري وسامبوري سكت بص اللي عمل فول مين بقى اهو اللي عمل فول على الارضة رقم 12 اللي هو محمود منصور محمود منصور اللي عمل الفول طب الراجل قدامك يا كابتن وليد واضح وضوح الشمس قدامك لما الحكم ينوي هيدي انذار عينه ما تطرفاش عن اللعب لكن سبحان الله هو يبدو ان كان مدي قرار انه هيدي حد اصمر فراح لشمبنبونج ده قال له مش انا فراح لسامبوري سامبوري الراجل طيب قال له ماشي ولا ده يستحق ولا ده يستحق ولا كان يستحق اللعب محمود منصور كوميديا ولا ده يستحق ولا ده يستحق ويبدو شوف بقى تليح الكلام لان اللعلي مش طارق مجرد ان الطرف حد تاني يبدو انه كان واخد قرار يدي الانذار لحد اصمر يعني بيشكك في مصدقيته في نيته كابتن متحد شالبي اللي بدل ما يسأل ازاي تعينه الراجل ده صاحب الوقعة دي حكمة لمباراة المصري والاهلي انت اللي قلت على فكرة انه ربيت الناس كلها انت اللي قلت واين العدالة ان سامبوري ده ياخد الانذار فين العدالة وسمبوري ده لو كان عنده انذارين كان حصل ايه يعني هل ده يشاد بيه كابتن متحد انا برجعك لنفسك ملفتش نظرك ان الحاكم اللي هازي الزهنية عنده اللي ممكن ينزل وعطت في دماغه حد ينظر لواحد اصمر حد ينظر لواحد واخد انظرين حد ان ده ينفع يحكم مباراة اهل ومصري مش بس اهل ومصري عارف ان بعديها الاهل والزمالك هو عارف ان بعديها الاهل والزمالك مش الاهل والمصري هو ما بيخدمش على المصري هو لا طرد له حد هو خدم عليه بس انه ما حسبش الاهل عشان ما يعطله بس لكن فيما يتعلق بحقوق الاهل في هذه المبراءة هو هدرت وكلها حقوق تستحق التحقيق ولازم تقولولنا يا جماعة مرة 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 الاهل كان عنده حق يا كامتن بيت حد الناس متضيئة ما تتكش عليها اكتر من كده انت وغيرك العدالة والانصاف يا اخي دي الكلمة اللي انتو هارتون بيها مسافة واحدة من الجميع اين المسافة الظهر ان فيه مسافة انك تدفع ناس وتشد ناس انت في المسافة الوحدة دي بتشد الاهل وتدفع في الاخرين للأسف هو ده لكن هل لجنة الحكام والتحاد الكورة هيجاوبوا على ده ليه تعين وليد عبد الرازق لمباراة بالاهمية دي وحكم الفار ليه تغاضى عن هذه الحقوق والدم شايفوا كل الناس نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضر لكم من جديد اذا الموقف واضح تماما في الانحياز الاعلامي والانحياز التحكيمي لكن بالنسبة للحكم المباراة نفسه ايه المنظر اللي هو طالع بي ده كابتن شوير الرأيه في اللي حصل ده نسمعه برضو على طول بلا تفكير كان الانذار موجود لكابتن سيد عبد الحفيز وطالما دخل وطالما اعترض انت من حقك انك تدي انذار لكن انا اصدي انه لازم يكون فيه طريقة طريقة يعني التعامل مع اللعيبة طريقة النظرة نفسها النظرة نفسها يا جماعة النظرة ما بين الحكم وما بين اللعب انا بزعى الاول لما حكم بيطبطب على لعيب وتجي الناس تهجموا بالعكس طبطب عليه ويسلم عليه وهكذا ده وضع طبيعي ووضع جميل جدا انه يبقى موجود لكن فيه نظرة فيها تربص فيه سفارة تلاقيها فيها اخناقة الامور دي يا جماعة مهمة جدا عشان نرتقي بمستوى كرة القدب انت مش ند للعب الاهلي ولا لعب الزمارك ولا لعب الاتحاد تجي عشان ترسي قواعد العدالة ده بص 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 نفسناك بص طريقة الكلام الاسلوب عمل ازاي يعني رغم انه عبدالله مسلا عامل لعبة خطر ساعتها لكنه الطريقة نفسها وده رجل محكم نهاية كاس عالم من قبلها بكم يوم الراجل خلص المباراة أو خلص الشوت انا معرفش بعد المباراة ولا بعد الشوت الاولاني اعتقد بعد المباراة وتمام التمام ولا فيها اخناقة ولا فيها عصادية ولا فيها الحكام عندنا بعضا من الحكام بيخلي نفسه يقولك انا نجم زي لعبي الزمالك انا نجم زي لعبي النادر الاهلي انت مش نجم خالص انت قاضي شوف يا سيد ابراهيم انا النظرة دي بالترجم التربص وشخصانة الامر وانك نازل متواصل يعني هو خلي بالك ده اهلي ما تضعفش بقى قدام لا 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 ده انا هقدمهم لكم طب خلي كده سيد خش طب خدلي كده حد يقرب بحيث ان كابت الساد رايح بيقوله هو فين انت بتدي انظار ليل متولي ما تكلموش حتى على الوقت بدل الضايع هم استغرب ليه بتدي له انظار راح مدي له الانظار وبالباصة دي اه انت فاكرنا مين ارجع عينيه على فكرة فيها عينيه بتقول كل حاجة يا عمي والله لو شوفنا عندنا الحكم لا يمكن يكون بالاتتود الطبيعي هو راجل عنده عواطفه موديه بشكك تانية بيحب وبيكره وهو نازل خلاص نفد المطلوب منه ولذلك احنا قدمنا دي الفقرة ليه بالتفصيل ده اذا اراد اتحاد الكرة ان يجري تحقيقا عادلا الادلة قدامه ده كان امر واضح جدا لانه جريمة هذا الحكم كانت في تعيينه بخلفياته دي انه يعين لهذه المباراة ذات الحساسية الخاصة جدا اعتقد المسألة ابدا ما كانتش بريئة على اتحاد الكرة انه يطالب اللجنة بالتحقيق وانه ده يعلن بشكل واضح جدا لانه اعتقد دم افشة ده كان دم حقيقي ما كانش ميكرو كروم دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله اصبع الله خير